أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين أخبارنا النهاردة أول الأخبار الكابتن الخطيب بيستقبل وفد دوري أبطال إفريقيا البال بإيقل لكرة ستل السلة استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة وفد من دوري أبطال إفريقيا البال لكرة السلة برئاسة أمادو جالو وقال لرئيس دوري أبطال إفريقيا وذلك بهدف توطيد العلاقات وتقديم التهنئة للنادي الأهلي بالفوز بلقب بطولة الدوري السوبر الموسم الماضي وكان في استقبال للوفد لدى وصوله ظهر اليوم خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي وأوجستي بوش المدير الفني لفريق كرة السلة وكابتن طارق الغنام مدير الفريق وضم الوفد كل من مانيو بلانينج نائب رئيس دوري الأبطال وديكيمي موتومومبو نجم كرة السلة الإفريقي وبطل دوري البال وشريف عبد الرحيم رئيس دوري التأهيل لهذا الدوري في أفريقيا ويوسف ولد ياسين المدير الإعلامي وأحمد عوضالله المستشار الفني وعائشة ديوب مدير التسويق وبقية أعضاء الوفد وطبعا الكابتن محمود الخطيب رحب بالوفد معربا عن تقديره لجهود التي يقوم بها الاتحاد من أجل تطوير اللعبة والنهوض بها في إفريقيا وأيضا أبدأ أمادو جالو رئيس دوري أبطال إفريقيا سعادته بزيارة الأهلي مبدئا إعجابه بما يشهده النادي من طفرة إنشائية وملاعب وصلاة مغطى مؤكدا أن الأهلي صاحب تاريخ كبير وعريخ في إفريقيا وأن الأندال إفريقية تستمد منه الكثير من آفاق المعرفة خاصة ما يتعلق بتنظيم دولاب العمل كابتن محمود الخطيب كان حريص على إهداء وفد الاتحاد قميص ودرع وعلم النادي الأهلي كما قام رئيس اتحاد البال بإهداء الكابتن محمود الخطيب شعار الاتحاد ثم التقط الجميع صورة تذكارية جماعية اشتركوا في القناة